السلام عليكم شوانكم شباب شوان اخباركم هذا الجزء الرابع اه بهالجزء راح نتكلم عن الاختصارات الكيبورد ويلي راح تساعدك كتير بالحركة وخاصة اثناء الفايد مثلا اذا كنت بدك تسوي درايف في فاشلون يعني تقدر تسوي تتحول المقعد الجانبي او الوراء بدون ما تطفى السيارة وتوقف مكانة حجر عشان ما يصبوك بسهولة فا وبعض الاختصارات اللي راح تساعد انه فتح الاسكوب بيصير اسرع شوي اه والحركة واش راته دول فهذا هو اللي راح نتكلم عنه اه بهذا الفيديو اه الجزء الاول والتاني والتالي راح تلقرأ وروابطهم بالوصف فشيك عليهم راح يفيدوك تأكد فلا تنسى باللايك اذا استفدت اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك اه الاجزاء القادمة ان شاء الله فنروع العددات اه على الكي اه بيندينجز على الكيبورد طبعا في اشياء اساسية يعني ما في داعي انك تغيرها مثلا الوالك واشاء الله تدول هذا هذا الشيء اساسي كيفك يعني بس انا يعني ما يعني ازل راح تغيرهم اكيد راح تغيرهم اه راح تغير كل شيء معهم فهذا انت بتعود على الاشياء هذا كتير مني حسوي نفس اعداداتي وخلاص اذا هالشي اه ناسبك بصراحة اه اول شيء انا عندي اه اللحظة اه انا فاصل اول شيء جمب والفولت عن بعض ليش انا مسوي هاشي هذا على سبيل مثال انت اه على رج والرج هذا يعني فيه شوي حواف فاكيد من بدك تضغط على المصطرة فما راح يسوي فما راح يزوي جمب او او قفز راح يسوي يعني راح يمسك بيديه ويطلع بيكون انت ضيعت وقتك على الفاضي فعشان ما تسوي هالخطأ فانصحك تفصل اتنين اتم عن بعض انا جمب مسويه المصطرة عشان بس اللعب يقفز بس هذا هو مهمتها عشان مو والله بالغلط اذا قفزت مثلا بدي اشوف من وراء الحيط ايش موجود وبالغلط يطلع فوق الحيط هالشي خطأ قاتل فاول ايش يسوي انك تخلي هذا لحالة جمب والفولت انا مسويها الفي لكن الفي مثل نحنا ما بنعرف هاي خاصيتها مشان تحول بين المنظور الاول والتالت لكن انا غيرتها بكبسة يعني بالنسبة لي القاها يعني انا ما كنت استخدمها لكن مع هيك صار صرت استخدمها وحولتها يعني الى المنظور الاول والتاني الكراوش سي انا عندي اه اه البرون الانبطاح بالكبسة بتاع الفارع مثل ما كم شايفين الخلفية يلي على جنب بس الكبسة الوراء انا بصراحة الكبسة الامامية ما استخدمها فيك تستخدمها لاشياء تاني مثلا بوست او فيرستيت يعني اه الشي هذا انا الانتر اه انتراكت هذا يعني بتعرفون انت بتاع اللوت ما اللوت ما يهمنا شيء اساسي هذا بتقول اه 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 هذا هو بتاع الخلف منظور الاول والتالت انا مسوية بكبسة التاب يا شباب اه والشيفت اه قضي الكبسلوك الكبسة هاي انا مخليها عشان افتح الجنتة اوقفلها هيك لي كبسلوكه بتاع الداخل والتقفيلة بتكون اقرب على اصبعي لأنها قريبة على كبسة الشفت والتاب أقدر أضغطها وأحول بين المنظور الأول والتالت بالأصبع بتاع أصبع الخاتم مثل ما يسمونها فشي مهم في عنا المهم اللي يتساعدك فتح السكوب بشكل أسراع لكن لازم تسوي بعض العدادات عدادين بالخانة الكنترول بس بالأول لنأقول لكم على هاي الشغلة اللي هون الفير الكبسة اليمين عادة يكون الـ AM و EDS مع بعض بكبسة واحدة هي الكبسة اليمينية على الماوس لكن أنا فصلتهم عن بعض ليش فصلتهم؟ لأني غيرت بكبسة بعددات الكنترولز بحيث أنه فتح السكوب يفتح بشكل أسراع لكن هالشي يتطلب منك أنك تظل ضغط على كبسة الماوس اليمينية يعني مو بس ضغطة واحدة يفتح السكوب وبس بدك تقفل لازم تضغط مرتان لا هالشي رح يأخذ منك وقت كتير ويكي أنت بيكون خسرت الفايت فأنا اللي مسوي أني مخلي أضل ضغط كبسة مطولة يعني على الكبسة اليمينية عشان يفتح لي السكوب لكن الـ AM بدك تغيرها بنفس الوقت لأنه الـ AM هي إشارة الزائد يلي أنت وقت تضل ضغط كبسة ضغط على الماوس فراح يضلك يعني مصغر لك إشارة الزائد فعشين أنت لازم تغيروا لها غير كبسة أنا حط عندي كبسة الكنترول أو فيك تقدر تسويها مثلا الكبسة الأمامية يلي على جنب على الماوس الكبسة الأمامية لكن أنا أنصح والله بصراحة بالكنترول لأنه هيك بيظل التحكم بالماوس أكبر فهذا شي مهم لكن اللي يتعلق بهذول الكبستين قلت لك الـ EDS والـ AM لازم تجي على لوحة الكنترول الـ AM تخليها hold والـ EDS تخليها hold إيش فائدة هم الـ hold؟ يعني لازم تضل ضغط على الكبسة عشان السكوب يظل فاتح تشيل يدك هو فورا يقفل يعني صير يعني الفتح والقفل بشكل أسرع لكن الشيء شوي صعب بالبداية فلازم تتعود عليه يعني أشياء الطبيعي فهالشي رجع لأيك لك وأنا أنصح بشدة أنك تتعود عليه لأنه بصراحة أفضل أعداد لحد الآن شفتوا بالبوب جوفادني الباقي العدادة مثل ما كم شايفين ما غيرت فيها شيء ننتقل لتحت نشوف العدادات اللي بتاع السيارة لدرايف باي عهم ما يشي هاي ما يهمنا كلهم نفس الاشي ما غيرت فيهم شيء أنا ما غيرت فيهم شيء ما غيرت فيهم شيء بتاع الميتكيت بتعرفه من طول هاي هاي براحتك يعني ممكن تخص بنفسك مثلا رقم سبعة أو ثمانية ما بعرف إيش مثلا إذا بدك تستخدم ميتكيت أو فريستيد أو باندج كيفك الشياء على راحتك هذا مش مهم كتير بصراحة آه المهم إنك تقدر تستخدم الكبسة مرتين لنفس الشغلة داخل السيارة الكبسة يعني نحنا قلنا من قبل إنه الكبسة الخلفية اللي على جانب بتاع الماوس أنا ماستخدمها لإنبطاح لكن أقدر أستخدمها عشان السيارة بنفس الوقت ورح تفيدني بشغلتين أول شيء إني أطفي السيارة أني أنا يعني بمكان السايق لكن أضغط الكبسة عشان تطفى وتروح بدون صوت تضل ماشي هذا شيء جدا مهم إذا كانت باش على سكواد أو على بيت أو على كامبود أو ما بعرف إيش عشان ما يسمعوا السيارة ويجيوا حقوق إنتوا بسيارتك جدا مهم إنك والله تستخدم هاي الكبسة لأنه بصراحة قريبة على أيدي فورا على الماوس أضغطها بدون لا أضيع ولا أي شيء وهذا مش السبب الوحيد اللي خلاني نستخدمها لأطفاء السيارة السبب الثاني اللي خلاني نستخدمها أني أقدر أسوي دراج فايا حول للمقعد الجنب السائق أو الورا السائق بدون ما السيارة تضل شاغلة لأنه إذا حولت على المقعد الثاني والسيارة ما زالت شغالة فرح فورا يعني رح يعني تعتبر نفسك ميت يعني السيارة رح توقف في أرضها فأنت بدك إياها أنك تطفيها وبنفس الوقت تخليها ماشي يعني كارجة لحالها فهالشي تقدر تخصص غير كبسة لكن أنا شفت أفضل إشياء هاي الكبسة يعني بصراحة مرتاح لها كتير الكبسة الخلفية بتاع الماوس تحطها بهذا الخانة بخانة الفيكل تقل إغنيتشين عشان تطفي السيارة وتروح على غير خانة إن شاء الله أني ألقاها يعني مقاعد السيارة شاف أنا إيش نسوي على سبيل المثال أنا كنت محول للمقاعد لجنب السائق وبدأ أرجع بشكل أسرع فأنا إيش يسوي شفت و دابليو شفت دابليو بشكل سريع أضغط عليهم اتنينتهم شفت و دابليو رح يرجع كفورا لمقاعد السائق وانت هيك تكون يعني ضغط على الشفت وضغط على دابليو والسيارة ما ماشية وما في أي مشاكل لكن إذا كنت تحول على المقاعد الثاني جنب السائق فأنا مخلي كبسة الإي وكبسة الماوس اللي عجنب الكبسة الخلفية فأنا هيك مسويها أكبس الإي وأكبس بنفس الوقت وراها بشكل سريع كبسة الماوس الخلفية فهيك أنا بكون حولت على الكرسي جنب السائق والسيارة ما طفت معاي وضلت ماشي وأنا عبسوي درافهاي وعبضرب على البشر وعادي والكيو مخليها للمقاعد الثالث كنترول أربعة أنا مخليها يعني آه يعني بصراحة ما راح تنفع كتير لكن تقدر تخلي مثلا الكيو للمقاعد الرابع بس أنا يعني أشوف المقاعد الثاني والثالث أكتر من كافي بالنسبة لي جوز بعدين مع الوقت أخصص إشي للمقاعد الرابع لكن بدي أشوف الكبسات يعني لأنه صارهم فول ماشاء الله فهذا الأشياء اللي تكلمنا عنها وإشي أخير أتوقع أنه جدا مهم لأغلب الأشخاص الشباب لكويك ماركر بخانة اليو آي نجي على الكويك آه الانفنتوري أنا أحطك كبس لك من هاي الخانة شايفين يا شباب جدا مهم أنك تخلي الكبس لك عشان الانفنتوري وتخلي كبسة التاب عشان تحول بين المنظور الأول والثالث لكن اللي هملة نحنا الكويك ماركر إيش فاتوا إذا تشوفون هون فوق أثناء اللاعب تشوفونيك أرقام هذا التاع يعني مثل مش رادار لكن انفو يعني مثلا أنا أقول الواحد أشوف أنمي على 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 المية وثلاثين فخلص هو راح يعرف أنه مية وثلاثين لكن في أشياء في شي يعطيه دقة أفضل إنك وقت مثلا تضرب بوكس أو تضرب رصاصة أو أي شي فتلقائيا أنت بدون يعني هو أنت ما في داعي تسوي شي انت بس هيك عب تضرب بوكس أو أو أنت فاتح وضربت على واحد تلقائيا راح يطلع عند الأرقام هيك شوي خط أصفر تقريبا واحد سانتي راح يعطيه بالضبط بهذا الاتجاه هو الانمي فهاشي جدا راح يساعدك بالفاتي شباب فعنصحك أنك تستخدمه باقي الأشياء بصراحة يعني ما توقع أنه في إيشي أنا مغير بوش تطلع لك آه خانة الصوت شي مهم كبستة T ضل ضغطها عشان تتكلم مع أصحابك وراسة راح يشرح شوي عنه عن الصوت كبستة CTRL T تسوي mute وأنو mute يعني إطفاء وغير إطفاء كبستة CTRL Y يعني تغير بين القناة القناة يعني أنك تسمع الكل تسمع بس التيم ولا ما تسمع حدا CTRL M تخفي صوت اللعبة جدا مهم يعني CTRL M تخفي صوت اللعبة خالص وترد تضغط CTRL M يرجع صوت اللعبة الـ F7 هاي عشان تخفف صوت اللعبة الـ Page Up Page Down هاي عشان تغير يعني تغير الـ Page Up يعني تغير للاعب التالي الـ Page Down للاعب الـ الوراء وباخل الأشياء مثل ما كم شايفين يعني مغير فيها إشي خالص صراحة يا شبابي يعني أنا أول ما لقيت اللعبة ما كان يعني ما حيث قلّي على هشيها دو ما يعني أنا حتى نفسي ما كنت ملاقي فيديوهات موجودة على القناة فكان جدا صعب أني أحسر من أداي مع هالكي هالكبسل هالاختصارات هدول بالكيبورد فرحت أنا أشوف فيديوهات أشوف الأشخاص أسأل على البثوت لحتى طبقت اللي الشي اللي يناسبني ولكن أتوقع حاليا في فيديوهات بعض الفيديوهات النازلة على اليوتيوب تشرح هالشي بس مش بشكل تفصيلي بهالشكل هادا ما بعرف إزا في فيديو أنا ما شفته لكن خانوا تصوت تروع الصوت عشان الأشخاص البعض سألن يشتون أسمع أصحابي وهاي ليك شباب تضغط كونترول تي رح يحول بين هذا دائما مفتوح المايت ما في داعة تضغط ولا شيء لكن هالشي رح يكون أزعاج لأصحابك بالتيم فانا أنصحك آآ بوشت طالك اضغط للتكلم يعني تضغط حرف تي عشان تتكلم آآ وديسيبل يعني خرص رح تقفل ولكن انت انت خليه على بوشت طالك عشان وقت بدك تتكلم تضغط على حرف تي وإذا كان بدك تقفل صوتك فأضغط كونترول آآ تي فيك بكون آآ بيكون سوى قفل الصوت يعني انت ما راح تقدر تتكلم فانتبع على الشغلها إلى تروح مسوي كونترول تي آآ ونسونك صحابك آآ هاي انك تسمع على صحابك آآ آآ هاي يعني تكلمنا عنها بالكونترول واي انك تسمع كل شي وبأكيد اذا كنت تعب تتكلم هم برضو راح يسمعوك فانتبع من هالشي هذا تدير بالك تروح تقول لصاحبك انا راح بيش انت ارمي قرنيل على الطابق ما بعرفيش ويتعون هم مسامعينك هيك انت تبلع فخليها دايما على التيم وإذا كان بدك تقفل حدا ازعجك بالآآ من العشوائيين كونترول واي يكون قفلها كونترول واي مرة تاني آآ يكون حوالا لتيم وانا عندك الميكروفون انت تقدر بتحكم فيه 30 50 حسب المايك بتاعك وآخر واحدة هي يعني عشان انت تسمع تسمع صحابك آآ هيك كون خلصنا شباب نقطة اخيرة آآ اللي يريد يحاول بين الوان الديمج هذا هو لون الازرق الاختيارة الثالث وباقي الاشياء جوف انت جربا هم اربع خيارات بس هذا كان كل شي يا شباب اتمنى انكم استفدتوا واذا استفدتوا لا تنسوا من لايك والاشتراك وشفكم فيديو جاء انشاء الله السلام عليكم ورافت الله شكرا شكرا